وَلْتُدْخِلِ الْمُصْلِحَ فِي يَدِي وَفِي دَارِي وَثَمِّتَنْهُ بِالْحَادِ الْوَفِي وَلْتَنْهُ بِالْحَادِ الْمُصْلِحِ 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 ترجمة نانسي قديم الله أكبر الله أكبر صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير معدوم عليهم ولا الضالين سبيه اسم ربك لعلي الذي خلق أسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله عثاء نحوه سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يعفي وليسرك للمسر فذكر النبعة الذكر سيذكر من يخشه ويتجنبها لشق الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قدف لها من تذكي وذكر اسم ربه فصليه بل توثرون الحياة الدنيا ولا آخرة خير وأبقى إِنَّ هَذَا لَكِ السُّهُفِ لُولَيْهِ سُّهُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حبرك الحمد سمع الله أكبر 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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمك عليهم غير المعبوب عليهم ولا الضالين والشمس وضهاها والقمر إذا كلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها خدف لها من ذكاها وقد خاب من بساها كذبت ثمود بطعواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقض الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف أقباها الله الله أكبر سمع الله لمن حمد والله وأرق الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبهان الله بك أفرة وأصيلا أعوذ بله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحياة الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرذوان والتمكين أما بعض فهذا اليوم يوم العيد لكل مؤمن مسلم محسن سعيد فاشكر الله تبارك وتعالى فيه على كونه سرورا للنبي ولمن يقتفيه صلى الله وسلم وبارك عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة مختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات فإن ما اختاره الله تبارك وتعالى لكم هو الجامع والسعادات فطوبى لمن لا يلتفت إلى غير ربه ملازما مختير له من منير لبه وويل لمن قاده إبليس إلى ما شاء فإنه يلازم ما أخزى وعسى قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فاخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة الخير يرى فطوبى لمن أخذ ما أتا به الرسول عليه بآله وصحبه سلاما معتسول وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتا به المنتقى عليه بآله وصحبه سلاما من جاد بانتقى وأوسيكم أيها الإخوان لوجه من كفاني ذو الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا مختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم آلاما وكبلا وأنهاكم عن فعل كل ما لم يتبين لكم كونه الصواب فإنه مما يوجه إلى عيدكم الأجر والرضا والثواب ولا تطلب الكرم بغير التقوى فإن الكرم هو التقوى ولا تطلب العزة من غير العزيس المعز بجاه عبده نبيه رسوله الأعز فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس وانبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمد قد أخبرني رسول الله صلى الله عليه تعالى بآله وسلم والسلام وبارك أن من تاب من أمتي قبل موته فإنه يشع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتوب دوبة توها فقد أمره من وعبه نصيحا ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دلونك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجن في قلوبنا علا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلا الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإلاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم إحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنطقى عليه سلاماه بجميع مقط فيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعطق بفضل من جاد بفتق الرطق فمن شكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يغفر بكل ما من الخير يصطف فيه فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى غيركم ضيره وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى غيركم وفي الطغيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاهد الغثوات المردية صلى الله عليه بآله والصحبه ذوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم ولم يكن له ولم يكن له ولم يمكنه فرشاؤ بها ولي من الثانية اختفر بها اشتركوا في القناة 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 وال 용رات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و أعرف جيدًا هذه المعارضة و أعرف جيدًا لأن هذه المعارضة أصحابها إلى الواجهة أنها قادرة وإن تحاولها على أنه على أساس على الكثيرًا سوف تنسي جزء إلى الشيح الدعاء وهى ما نعرف موافق لتنسي صديق من الجزء إلى الناس التي لا تنسي جيدة من جميع السمق العلم أنها تنسي جيدة جيدة لقد كنت منظرة أن يتقรيكي جزيلا. شيرٌ لقدمتوا فقط. شكراً على مدد وضعنا جزيلاً لقدمتوا كل مدد. نحن بإذن أن نحن نحن اتعاً، وان اتعاً ، نحن خبان في ناري، لا يمكننا التعاكد في المشاربين، سياسة أو يترسون بها لأنه يترسون بها كلها تركها و تركها من يترسون بها كيف يترسون بها امسا ثم تقاط بها أجل الوقت مع ذلك. فصالح ثم في رفالي يعطي المبيحة. رفعلنا سيئسة! عمزة! مل الأشخاص يستمر الوقت لكن هناك كنت سيئسة من جيدة عندما يأثقل أو جيدة عندما يحدثون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر